خلف هذا السياج المحطة الأصعب في رحلة اللجوء آلاف المهاجرين الذين سلموا بالأمر الواقع وعبروا الحدود الصربية المجرية لإجراء البصمة علقوا في مراكز الإيواء القريبة في ظروف إنسانية صعبة في كل الدنيا تعرف ما هي المشآت التي مرنا فيها لو وصلنا إلى هنا هناك سؤال لا يفهمني لماذا يعملوا هذا السياج؟ لماذا كل هذه الصعوبات؟ فالبصمة كل الصعبة وكارثة يعني جاي نوصل الهناني أنا باي صار لأربح تيام بالبرد بالبساتين منهم من انتظر لساعات وأيام فكانت الغابات منفذهم الوحيد للهرب لتعود الشرطة المجرية وتعتقلهم ومنهم من عاد إلى سربيا ليبحث عن طريق عبور آخر إلى وجهته في أوروبا آلاف اللاجئين في سربيا يخافون عبور الحدود إلى المجر لأنه أصبح مكان معاناة لكل لاجئ يصل إليه ويبدو أن المجر بدأت بالفعل بتطبيق الإجراءات التي توعدت بها لمنع عبور المهاجرين بكل الوسائل فهي تواصل بناء جدار جديد بارتفاع أربعة أمتار فيما كثفت نشر عناصر الشرطة على طول الحدود وسط تحليق مستمر للمروحيات فوق المناطق الحدودية جنوب المجر إجراءات على الأرض تتزامن مع بحث المجر إصدار قوانين جديدة بشأن الهجرة حذرت الأمم المتحدة من أنها قد تؤدي إلى الفوضى بعد رحلة عذاب شاقة استضموا بالبصمة في الأسلاك الشائكة وقريبا بجدار صد جديد وفي ظل كل تلك الإجراءات المشددة والأبواب التي تغلقها السلطات المجرية في وجوههم يوما بعد يوم يتساءل كثيرون ما هو مصير الألاف الذين لا يزالون في بداية أو منتصف طريق اللجوء إلى أوروبا على الحدود الصربية المجرية علم طيرة العربية